موسيقى المزاولة الرياضة في خلال رمضان هنا لا يمكننا نعلم لأنه بالنسبة للناس الذين لم يزاولوا الرياضة يتعلمون أنه يتعلمون الرياضة في خلال رمضان هذا خطر كبير لأنه لم يتعلمون على الحركة البدنية سواء كانت جاري أو كيف كانت تدعوا الرياضة وتانيا في حالة يكون حالة نقص درجة السكر وبالتالي قدروا يقعون بشكل نوابات أو مشكلة كبيرة على المستوى الدماغ والأعصب والقلب والشريم فالناس الذين لم يزاولوا الرياضة من الأفضل خلال رمضان لا يتعلمون الرياضة حتى يفوت رمضان ويبدأوا الرياضة بطريقة تدريجية خلال الأسبوع بالنسبة للناس الذين يزاولوا الرياضة بصفة عادية طيلة السنة يمكنهم الرياضة خلال شهر رمضان بالنسبة للوقت بالنسبة للوقت من الأفضل أنه من بعد الفطور من بعد الفطور إنسان يفطر ينضي بعد صلة التراويح يقدر يتمشى اما يدير بعض الحركات أو يجري بسيط لا يوجد مشكلة هذا هو الأفضل الوقت الأفضل الناس لديهم انشغالات أو الالتزامات يمكنهم الرياضة قبل الفطور ولكن دائما ينقصوا الناس الذين يدير ساعة الرياضة في طيلة السنة يدير فقط نصف ساعة أو أكثر 45 دقيقة وينقصوا الرياضة وينقصوا الرياضة وينقصوا الرياضة يأخذ الرياضة دائما خاصة الناس لديهم أمراض السكري دائما يكون لديهم سكار في الجيب دائما لا يكون موجود لأنه يمكن مع هذا الدات يمكن أن يقع خفاض اجتفاف وينقصوا الرياضة وينقصوا الرياضة وينقصوا الرياضة قبل الفطور وينقصوا من المدة بعد الفطور نصف ساعة حتى 40 دقيقة